اسم التجربة السطوع في الظلام الهدف من التجربة ملاحظة تأثيرات الأطوال الموجية المختلفة للضوء في الفلوروسين عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة الحذر عند التعامل مع الأدوات وغسل اليدين جيداً قبل تنفيذ التجربة وبعدها أدوات التجربة كاس زجاجية تحتوي على محلول الفلوروسين مصباح كهربائي مرشحات ضوئية حمراء وخضراء وزرقاء خطوات إجراء التجربة نسلط ضوء مصباح يدوي على أيناء يحتوي على مادة الفلوروسين داخل غرفة معتمة نضع مرشح الضوء الأحمر على المصباح اليدوي كي يسقط ضوء أحمر فقط على الإناء فنلاحظ عدم توهج مادة الفلوروسين نكرر الخطوة السابقة مع كل من المرشحين الأخضر والأزرق فنلاحظ توهج مادة الفلوروسين النتائج تبعث الجسيمات المشحونة المهتزة في فتيلة المصباح الكهربائي الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء حيث تضيء الفتيلة لأنها ساخنة ويقال إنها توهجت لذا يسمى المصباح الكهربائي المصباح المتوهج وتعتمد الألوان التي نراها على الشدة النسبية للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة ذات الترددات والأطوال الموجية المختلفة وعلى حساسية العين لهذه الموجات للضوء الساقط على الفلوروسين طول موجي مساوي أو أقل من الطول الموجي للضوء الأخضر الذي لديه طاقة كافية ليحدث توهجا في الفلوروسين ترجمة نانسي قنقر